موسيقى حياكم الله صغر سنهم قد يكون سببا في صعوبة وصف ما يؤلمهم فعادة ما يشتكي الأطفال من آلام مختلفة في البطن وربما بشكل مستمر خلال مراحل نموهم ما يجعل الأباء في حيرة من أمرهم أحيانا هل هذه الآلام عرضية أم دلالة على سوء تغذية أم أمور أخرى ما هي مدى حدتها ومتى يجب التوجه بالفعل إلى المستشفى للمزيد ينضم إلينا من دبي دكتور صادقي عقوب استشاري جراحة أطفال أهلا بك دكتور في صباح العربية ويمكن يصعب التعبير من قبل الطفل إذا كان يشعر بآلام أو أوجاع ومدى حدت هذه الآلام يعني ممكن بطني بتوقعني بطني بتوقعني وخلاص ينسى الطفل متى يكون دلالة على مشكلة مرضية ويجب التوجه إلى الطبيب سعى صباحكم طبعا الأطفال حسب الفئات العمرية بتتقسم ألام البطن لأنواع كل فئة عمرية إن كان الأطفال الرضع أو أطفال ما قبل التميز وأطفال عمر التميز اللي هم يكونوا في عمر المدارس فهنا وعي وانتباه الأهل لتصرف الطفل مش لازم يكون الطفل قادر إنه يعبر عن الألم فيها عملية تصرف الطفل مثل البكاء المستمر بدون أي أسباب ثانية إضافية يعني الطفل إذا يكون عنده بكاء مستمر وعارفين إنه ما عنده أي مشكلة ثانية مثل المشجعان أو ما عنده مشكلة الألم إضافية مثلا أو مشكلة في عملية النوم لأن الأطفال كثير تبكي لأنه محتاج ينام هاي الأشياء ضروري إنه الطفل الخاصة للأطفال الرضع إنه الأهل يكونوا منتبهين في حال إنه إنه الآلام المستمرة مع وجود انتفاخ في البطن أو ترجيع اللي هو التقيق أو عملية إمساك عدم الخروج بشكل منتظم عنده الأطفال هون بيكون في ضرورة لازم الأهل يبدأوا يعني ينتبهوا لموضوع إنه احتمال القضية تخص آلام في البطن عند الطفل الرضيع عادة الأهل يذهبون إلى إنه هذه الآلام عرضية ربما أخذ الطفل هذا ما أخذ برد وبعد شوية يتغير تعطيه مشروب معين أو تغذية معينة وبالتالي انتهى الموضوع بالنسبة لهم لكن متى نذهب أيضا دكتور إلى المستشفى لنقل هذا الطفل صحيح يعني معظم الحالات الأمراض والمغص في البطن هو بيكون عرضي فعلا معظمه بيكون بسبب الأكل الغير منتظم أو الأكل الغير الصحي وهو معظم الحالات 90% من المشاكل بتكون مع التمدي على عملية التغذية وكيفية التغذية في حالات معينة ضرورة أن الأهل مثلا يحاولوا يراقبوا للطفل أنه هل الحمية أو منع الأكل الحلويات الزايدة أو الأكل الثاني اللي هو المنقل عنه غير صحي مثل الوجبات السريعة أو مشروبات الغازية ما ساعدت الطفل على تجاوز هذا الألم شغلة ثانية إذا الطفل عنده انتظام عملية خروج وما فيه إمساك ما فيه عنده إسهال ما فيه عنده ترجيع هاي كلها احنا نعتبرها عرضية وراح تعدي خلال ساعات وممكن يوم أو يومين في حال أنه الألم مستمر والتقيق موجود والألم ما تحسن خلال عملية المراقبة في البيت لابد أنه يراجع الطبيب ممكن يكون عرضي وممكن يكون كمان محتاج إلى فحصات إضافية تعطينا معلومات أكثر عن الموضوع ما الذي قد يسبب شعور بالإمساك أو الإسهال عنده الأطفال دكتور هل من أكلات معينة تعمل على تحفيز هذا الموضوع؟ نعم أكيد الإمساك هو مرتبط بشكل أساسي بعملية مواعيد الأكل وكمية الأكل ونوعية الأكل يعني إذا الطفل يوكل بشكل عشوائي خلال النهار بشكل خاص في فترة الوجود في البيت إنه ما في عنده وجبات محددة وجبات أساسية وأكل مستمر مع نوعية الأكل اللي هو يكون أكثر جاف أو زيادة في الأشياء اللي خلينا نسميها اللي تحتوي على مواد حافظة مش طبيعية يبتعد عن الأكل إذا الطفل يبتعد عن أكل الخضروات والفواكه وشرب العصائر الطازجة وأشياء مثل هذا كل هذا تساعد على إنه يتكون عند الطفل إمساك أشياء ثانية قلة الحركة عند الطفل كمان ممكن تأدي لها إمساك يعني إحنا ضروري لازم نعطي الطفل وقته إنه يتحرك وإنه ما يجلس طوال الوقت في حالة متابعة للأجهزة الإلكترونية أو حضور ألعاب أو أشياء من هذا النوع لأن الحركة مع الأكل يستدعي إنه لازم يشرب سوائل أكثر شرب السوائل الزايد أو السوائل الطبيعية العصائر الطازجة هي صحية جدا بعيدا عن الأكل الوجبات السريعة يعني أكل الخضار والفواكه مع الحركة يخفف من أعراض الإمساك وهذا هو معظم الأطفال يتعالجوا بهذه الطريقة ما في أسباب إضافية طبعا هناك حالات مرضية الحالات المرضية نادرة الحالات المرضية التي نلاحظها من منذ الولادة هناك تستدعي طبعا إجراء فحصات إضافية خزعات أوقات نعم الدكتور صادق يعني بعض الأمهات أو الأسر ربما تغير نوع الحليب نوع الأكل فبالتالي الطفل يحتاج مدة حتى يتعود على هذا الأكل في هذه الأثناء قد يحدث له مضاعفات لا يأكل لا يريد أن يشرب هذا الحليب فيظنون أن هذا أمر طبيعي لكن قد يتطور الأمر إذا ما تركناه إلى يومين ثلاثة إلى أنه ربما التصاق عمعاء أو غير من هذه الأمراض التي قد لا ننتبه لها كأهل نعم في حال خاصة الأطفال الحديثي الولادة والرضاعة هذا الأشيء ممكن يكون خطير عليهم إذا الطفل لا يتقبل حليبه الأم بسبب حساسية عالية على نوع معين تتغذىها الأم ننصح أوقات نحاول أن نخلط الحليب الصناعي مع الحليب الطبيعي ولو أنه الطبيعي دائما هو الأفضل والمفضل لكن في حال أطفال الأم ما عندها حليب كافي وتدخل حليب الصناعي ويكون الحليب الصناعي لنوع معين لبراند معين مش ملايم الطفل يعني يعمل له غازات يعمل له تقيق يعمل له إمساك هذه الأشياء ننصح الأهل أنه فيه أنواع إضافية بتكون معروفة لدى طبيب الأطفال ينصح فيها يروح مثلا قليل الحساسية أو أنواع مثلا بتكون براند كومفورت لحالة الإمساك وطبعا إذا فيه ترجيع أو عملية المستمر مع عدم استقبال الحليب نهائي هون لازم نعطي إشارة أنه الموضوع مش مرتبط بس في شرب الحليب أو بنوع الحليب ضروري أن الأهل يراقبوا كمية الحليب وكمية خروج البول من الطفل عشان نتجنب آثار الجفاف أو مشاكل التلبك المعاوي طيب دكتور هل من أسباب خطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات خلال بعض الأيام يعني بالنسبة للطفل قد يتعرض إلى مشاكل صحية يجب تدخل الطبيب وقد ينتج عنها ألام حدى في البطن نعم أكيد الطفل إذا عملية التغذية عنده وشرب السوائل كان قليل بسبب إسهال أو بسبب قيء أو بسبب حرارة مرتفعة هذا كله يعطينا أسباب خلينا نقلق لعملية اللي هو نحن نسميه الجفاف جفاف الطفل يؤدي لكل مشاكل مشاكل بالكلة مشاكل بالجهاز الهضمي مشاكل بالوعي ممكن يفقد وعي الطفل ويؤدي له إلى مشاكل خطيرة تؤدي لتعرض حياته للخطر فهنا الجفاف ضروري الأهل يراقبوا نحن دائما ننصح الأهل في حال أن الطفل عنده حرارة مرتفعة ما بتنزل بالمسكنات وعنده إسهال أو قيء مستمر ضروري يراجعوا المستشفى أو قسم الطوارئ لأنه في كثير حالات بتم التأخر فيها عملية انتعاش الطفل بالعلاج في المشفى بيكون أصعب بكثير لما يكون في حالات شديدة الجفاف فدائما الأهل ضروري جدا هنا ما يتأخر وهي يوم ماكسيموم على الأغلب ثاني يوم لازم يراجعوا الطبيب إذا ما توفقوا بعملية إعطاء السوائل في البيت دكتور صادق يعقوب استشاري جراحة الأطفال شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة